في هذه الفترة من كل موسم حصاد يتجدد هذا المشهد إنهن نساء الفزعة اللا اشتهرن بقدرتهن على خلق موسم حصاد خاص بهن في مشهد يعبر عن قوة عاسمتهن في مواجهة العقبات رحلة تعطي شار انطلاقتها هذه الحاصدات التي تتحرك وسط المزارع لحصد محصول ستة أشفر من مادة الأرز ليقومن بعد ذلك بتعقب أثر الحاصدات وجمع بقايا مادة الأرز التي تجاوزتها طاقة الحاصدة وتسربت في الأرض عبر مراحل تبدأ بجمع النباتات وفصلها عن الحبوب ثم تنظيفها لفصل جيد منها عن المتضرر ولين نقول لهم عن هذه خبرة ما هانا مولانا من استنفعوا منها كيف أخوتنا هذو رجال الأعمال اللي يجوا يحرزوا هذه الطراب نحن نبغونا حرزوا بها اللي طرابنا وطرابوا والدينا غير ما عندنا لها حالة يغرجوا وهم يجازموا وعادوا يحرزوا ويجبوا المكايا يقطعوا من أن يقطعوا نعقبوهم نحن الحمد لله نظلوا نسترزقوا فيها ونمع الصباح يليعود الدحميس نجبروا لكن رازقنا بهم ولا نجازهم الله وخير كيف نجينا لهذه الحالة ونجينا نختارهم نترزقوا فيها ونختارهم لأكل دارهم ونجبرهم منها موتهم استراحة خفيفة لتناول الشاي قبل الدخول في المرحلة النهائية من العملية والمتمثلة في تهيئة المادة عبر تنقيتها ثم تحويلها في الأكياز لأننا نفت الماكينة تشتغل لكن لا يبقى وراءه ونجبرهم تشتغل الماكينة ننتوفها وتطلع وقابوا والجوه لا تستفادوا من المزادهم إلا أن نقبضهم نجيبوا ونطرحوا إلى بيصان نقبضوا لدبابي ثم نبطوه لا يبطط ونذروا ونذروا في الزقاع هي إذن فرصة موسمية تمنحها أرض الشمامة للساعين لاستفادة من المنتوج الزراعي بعيدا عن الاتكالية والكسل كما تعد فرصة كذلك لتوفير فرص عمل للكثيرين من أبناء المنطقة لقناة الموريتانية محمد الياتما منطقة شجار بولاية ترارزا